المسجد المسجد المصر المسجد ما فو لا نقصد نقص الدين الناس في الانقاء والشباب وفي البروك ديال البوليس اللي هنا وطلبنا على انه يتكونوا واحد للجناء وكونوا الجناء اللي يتراقب المسجد وراحنا كان نراقبوه تقريبا ليلة نهار مرارا كان نعيطه على السلطات كان نعيطه على الشيخ كان نعيطه على المقدم كان عيطه على البوليس كيجيوا يجريوا عليهم وكي عاوضوا يرجعوا ولكن هذا ما رأى مش حل المسجد مترع هذي تقريبا ثلث سنوات او ثلث سنوات ونصف باش مترع باش صبح مرتع الشمكارة والشفارة حتى ان السيكان رأي كنا لقينا سيكان ديال العيالات لي كيخونهم لهم هنايا لقيناهم داخل المسجد وهذا المصيبة اللي كتشوفوا فيها ان لله ويني لها راجعهم في الوقت اللي الساكنة ما كتلقاش فين تصلي راه يريدوا عيب الله ديال جوجمي ثرو كتصلي فيها ثلاثة ديال الاحياء ثلاثة ديال هاد الشباب كله والاناقة وهاد البروك اللي اللي غرانا كل شي كيصلي في فريدوك او كيصلي في الشارع لا في اشتا ولا في البرد ولا في اذا كان طلبوا من وزارة الاوقاف انها تحمل مسؤوليتها وتتمم هاد المسجد هادا وإلا تسلموا المحسنين تعطيه لنا نكملوه احنا مستعدين نكملوا المسجد لكن احنا طلبنا هاد شي وكيقولك ما يمكنش لانا القضية كينا في المحكامة المحكامة طالت الان اكثر من ثلاث سنين كيقولوني كانت في المحكامة ديال الضربية من بعض محط في المحكامة ديال الربات راه بقى في الربات وحنا دائما كانت تصلوا لا حتى اللي يجاوبك اللي كيقولك فيه نوصل هاد الميل فما كانش اللي يجاوبك ترجمة نانسي قنقر